السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المفيد في الرياضيات في السنة الخامسة التدائي إذن اليوم لدينا الحصة الأخيرة في تقويم ودعم وتوليف الوحدة الرابعة من كتاب المفيد إذن ننتقل إلى صحاب 82 من كتاب المفيد إذن لدينا التمرين 12 يقول استعين بالحساب المقرب لتحديد الجداء المناسب من بين الأعداد المقترحة دون وضع العمل إذن الجداء المقرب لدينا 306 مضروبة 86 إذن نحن نعود من الجزء العملية ونلقى العدد بالضبط نحن نساعد فقط بالحساب المقرب كيف حساب المقرب؟ يعني أن هذين العددين نحاول نرجعهم أعداد يعني نقدر نحسبوها دهنيا يعني هذا ما نقدرش نحسبوها دهنيا يعني صعوب علينا سنوضع العملية ولكن متى إن أخذينا هذه 306 ونضروها تقريبيا لأنها تقريبيا لا يساوي 100% هذين هذة 306 هذة 300 غنحولوها 300 ونقصو منها لإذن نفاش كنجو نضرو حساب مقرب إما واحد العدد كنقصو منه ولكن نزيدو عليه هذا يصلح أننا نقصو منه باش نمشو ال300 ولكن ماشي نقصو منه بزاب مثلا نقصو 168 ونديرو ميتين هنا ما غداش نحصلو على الحساب مقرب غدين نبعدو إذن هنا هذة 6 كالرجعة نقصو 16 هنا مثلا نقدرو نزيدو أربعة هنا نزيدو أربعة تعطينا تسعين إذا بعض ما نحسبوها 306 في 86 ونديرو العملية غنضربوها 300 ونضربوها في 90 وهذه هنقدرون نحسبوها هنيا ونلقاو الحساب العدد القريب الذي يقرب لوحد من هذا إذن ثلاثة في تسعين كساطين 27 ونزيد ثلاثة ديرو الأصفر إذن شكونا هو العدد دبا القريب هو هذا إذن هذا بعيد جدا وهذا بعيد جدا إذن هكدا هذا هو أدية طريقة الاشتغال بالحساب المقرب إذن نفس الشيء بالنسبة للعملية الموالية إذن عندي 499 مضربة في 68 في 499 شنو قدر نقربه ونزيد عليه ونقسم النو إذن نزيد عليه ونقربه 500 إذن سنزيد عليه ونزيده 1 هنا 68 سنزيده إلى 70 إذن عوض ما نضرب أنا 499 في 68 نضرب 500 في 70 إذن 535 ونزيد ثلاثة ديال الأصفر ثم أقارن كل عدد أقرب هو هذا 33900 34000 قريب الثالثة 1807 1807 مضربة في 8 ماذا نستطيع أن نقربه نستطيع أن نقربه نستطيع أن نقربه 1800 1800 هذه الثمانية سنزيد عليها 10 سهل سنضرب العددين ونقرب 1800 18000 ما هو الأقرب؟ ولكنه الأقرب لأن العدد يعني أنه في عشرة الآلاف هناك يمكن مثلا على أيين هكذا أفضل إذن ننتقل إلى التمرين 13 التمرين 13 لدينا تمرين في القوى كما تحدثنا عن ذلك سابقا وقلنا بأن قوة عدد هي ضرب العدد في نفسه عدة مرات ومربع العدد ضرب العدد في نفسه مراتين مكعب العدد ضرب العدد في نفسه ثلاث ثلاث مرات إذن هنا لدينا خمسة مربعة أو خمسة مربعة تقرأ يعني هي خمسة في خمسة هنا درنا لها التفكيك وخمسة في خمسة تساوي خمسة خمسة وعجرة نفس الشيء عندنا أربعة مكعب هي أربعة وثلاثة يعني هي أربعة في أربعة في أربعة ثلاث مرات ل SNES نتوقف في quella أربعة ياتون slightest نتوقف في أربعة يعني نتوقف في جوج 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 مرات 16 يوجد 32 كância 64 المتوقف له الحسائب لو تضمعت في جوج جوج wwww هنا لديكم فصل 3 مكعب 3 مكعب مكعب هذه القوة هي 3 في 3 في 3 و 6 مربع هي 6 في 6 3 في 3 9 9 في 3 27 زائد 6 في 6 6 هنا ننظر عملية الجمعة عندي 6 زائد 7 13 نحتفظ بواحد إذن 3 و 6 7 أس 2 أو 7 مربع هي 7 في 7 2 و 3 هي 2 في 2 في 2 هي 2 مكعب 7 في 7 9 و 40 2 في 2 في 2 8 إذن النتيجة حال 7 و 5 8 نزيدها على 940 أتركنا 7 و 5 إذن التمرين 14 نفس الشيء عدد كسري قوة عدد كسري يعني أن هذا العدد الكسري مربع يعني أن نضربه في نفسه مرتين 2 على 3 في 2 على 3 هنا نضرب البسط في البسط والمقام في المقام وتعطينا 4 على 9 كما رأينا ذلك سابقا في التعلمات إذن 2 على 4 يعني 2 على 4 في 2 على 4 مرتين 2 في 2 أربعة 4 في 4 ستة عشر هنا ظهر الاختزال هذه نقسمه على 4 تعطينا 1 هنا نقسمه على 4 يعطينا 4 ثم 3 على 6 في 3 على 6 مرتين 3 في 3 تسعة 6 في 6 ستة و 30 هنا كذلك ظهر الاختزال إذن هذا نقسمه على تسعود وهذا نقسمه على تسعود إذا قسمنا هنا على تسعود أتعطينا 1 ولأ قسمنا 36 على تسعود أتعطينا 4 إذن هنا يمكن أن نختزل قبل إن هذا العدد الاكتزري إذن قبل أن نختزل قبل ما نديرو القوة إذن ننتقل إلى تمرين الموارد une pâtisserie dispose d'une plaque de pâte فيوتée فيوتée de 57 سنتيمتر et donnons 37 سنتيمتر 8 دولار يعني عندنا واحدة لابلات في الباتيسري اللي لا طول ديالها إذن هنا سنمتلوا هذا الشي باش نفهموه إذن 57 سنتيمتر في الطول و 37 سنتيمتر في العرض إذن كمبيان دو مغسو سيركولار دو 8 سنتيمتر دو ديامتر هنا يجب أن نفهموه ما نعطونا نعطونا القطر تطوير دو ديال دو ديال دو ديال دو ديال ديال هنا قلنا ساعد رسم بواحد بواحد الرسم إذن هنا 8 سنتيمتر هو القطر إذن الآن نريد على دمورسو سيركولار جميع قطر 8 سنتيمتر إذن لا نقاذ ونقسمه 57 على ثمانية ونقسمه 37 على ثمانية ونشوفو ونشوفو شحال غادي يعطيونا ديال ادان هنا شنو غناخدو ادان هنا هنديروس كوننابل القسمة الاقليدية ادان 57 ادان في ثمانية زائد الباقي غادي نحددو المتساوية الاقليدية عاوتاني سبعة وثلاثي غادي نقسمها على ثمانية نشوفو شحال غادي وبقانts للهل سنتيمتر غادي نحددو شحال عنا في الطول غادي قدوا ديال متر ديا لهد المرسو وشحال غادي قدونا في العرض غادي نجاوب على هذا المتساوية الاقليدية غادي بانلي ادين سبعة وخمسين غادي نظرف تمانيتي وأگ 가져 우린 سبعة وثمانية او اقل اذا سبعة 30 مانع خمسين ابن بان ً سنتيمتر إذا فياه في الطول سي Turkey 7 ديال لمرسو صعري ما الأخير سيكونBeat Lif Lore سيكوني سنتيمتر فالأخر ما سيدera ولا سيكونك فقط في اليوم وما سيكون لاجه الإنج again 37 سيكون من ثمانية 37 أو أقل إذا كانت أصدري 4 إذا 4 في 8 32 ستبقى لي 5 سنتيمتر إذا هنا ستبقى 4 ستبقى 5 سنتيمتر وهنا ستبقى 1 سنتيمتر هنا يريد أن نعرف النامبر النامبر السؤال النامبر السؤال السؤال ستبقى 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 7 ستبقى ديمتر هنا هنا 7 إذا 4 ستبقى 28 28 مرس هذا هو المساعدة هنا يمكن أن تجد المساعدة بمساحة هذا الشيء لا يمكن أن تجد المساحة وهذا التمرين سابقاً سابقاً يمكن أن نحسب المساحات التي ستعملها مثلاً هذا 8 مرس نضرب المساحة ونحسب المساحة على المستطير ونقسمها على المساحة هنا ربما سنغلط لماذا؟ لأن هناك دباب بين الأقراص هناك شيء المساحة يدخلها لنا في الحساب وهذا سيجعلنا نغلط فهذه القضية المساحة لا تخدم ننتقل إلى التمرين 16 أقرأ الوضعية وأتوقع جميع الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها متعلم آخر أثناء حله للوضعية وإجابته عن أسئلتها أجيب عن أسئلة الوضعية في دفتري متجنباً الأخطاء التي توقعتها إذن هنا سنقرأ هذه المسألة وسنرى ما يقدر المتعلمين أخطاء التي يرتكبها من عدم الفهم لأن المسألة تريد دائماً تريد الفهم وتريد أن تقرأ الأمور قراءة عميقة إذا قرأتها سطحية ستغلط وهذا الشيء تجعل القراءة السطحية تريد تلميدي غلط في المسألة تريد القراءة متابعة وتفهم ما لديك في المعطيات ما هي المعطيات التي تحتاج ما هي المعطيات المشويشة يمكن أن تكون المعطيات ولا تحتاجها تسمى لدونيب بارازيت التي تبرزت هي فقط دائرين هاتم لكي يرى أن ترى السؤال في الاتجاز الصحيح أو لا لا إذن أراد مدير مؤسستك بناء خشابتي مصرح بقعة أنشطة موازية فطلب منك أستاذك مساعدته على حساب كمية الخشب التي سيحتاجها لتغطية أرضية الخشبة دائرية الشكل إذن دابع هنا التي يبلغ قطرها خمسة متر إذن هنا خشبة دائرية القطر متاعها ثمانية متر خمسة متر خمسة متر إذن هذه الخشبة دائرية قطرها خمسة متر لتزيين محيط هذه الخشبة احتاج شريطا لامعا اشتراه بمبلغ إذن هنا لتزيين هذه الخشبة سيقوم بإطار خارجي بالورق اللامع شريط اللامع إذن أحسب بالمتر مربع كمية الخشب التي سيحتاجها المدير لتغطية خشبتي المصرح المدرسي إذن دابع مدام هنا يطلبون إذن السؤال هو كمية الخشب كمية الخشب يعني فش كي يقولك بالمتر مربع يعني مساحة يعني مساحة ثم السؤال الثاني احسب طول الشريط اللامع الذي اقتناه المدير إذن هنا سنحسب طول تاع الشريط إذن دابع هنا شنو نحددو دابع الأخطاء التي سيقع فيها المتعلم مثلا إذن مثلا نحن نقوله بالأخطاء اللي يمكن يرتكبها المتعلم إذن الأخطاء الأخطاء الممكن ارتكابها مثلا مثلا متعلم يجي حسب كمية الخشب حساب 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 كمية الخشب إذن باستعمال القطر مثلا القطر وليس الشعاع وليس الشعاع يمكن المتعلم مثلا يستعمل القطر يضرب القطر في القطر مثلا هذا مثال من بين الأخطاء اللي يقدر يستعمل المتعلم مثلا هنا في السؤال الثاني يحسب يستعمل يستعمل 8 الشريط اللامع وهو لا هنا لا علاقة لأن هذا هذا المعطاء لا علاقة له بالتمرين هذا المعطاء زائد كما أخبركم ليس شويش فقط إذن يستعمل 8 الشريط في حساب الطول هنا يخلط بين الدرهم وبين المعطاء هذا بين الأخطاء التي يمكن ارتكابها وهناك أخطاء أخرى سوف نجاوب السؤال الأول السؤال الأول كمية الخشب كمية الخشب كمية الخشب بالمتر موربع كيف ستفعل هنا لدينا دائرة قرص سوف نحسب كمية الخشب وهي المساحة نساعدك الخشب الدائري سوف نعطينا كمية الخشب هي بطبيعة المساحة هي S أو ما تفعله لدينا القطر لا تريد الخطأ التي تتكلمنا عنها لدينا القطر ما تفعله سوف تفعله 0.5 متر أو 0.5 متر أو 0.5 متر أو 3.4 متر لا تريد أن نضربه الديامتر في الديامتر لأن هذا الديامتر هذا هو ما تفعله بين الأخطاء يستعمل القطر ويضرب القطر في القطر هنا نقوم بعملية حسابية نقوم بالنتجة من المتر موربع نقوم بجنس 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 2.5 2.5 ثلاثة 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 إذن الطويل سيكون هو الموحيط من القرص أو الدائرة إذن ستعطينا يعني هو له بيريمتر إذن شنو سيساوي خمسة القطر و سنضربه في بي لأن في كي يكون عندنا القطر كنضربه في بي في كي يكون عندنا الشعاع كنضربه جوج في الشعاع في بي إذن هي يعني خمسة في ثلاثة فاصيلة بصلاة 14 إذن النتيجة هي خمسة فاصيلة خمسة فاصيلة سبعة متر خمسة فاصيلة سبعة متر وهو طول وليس وليس مساحة إذن هذا كل ما يتعلق بالتقويم تقويم الوحدة الرابعة من كتاب المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ترجمة نانسي قنقر موسيقى